ومشاهدينا رح ننتقل سؤال الصفحة وبرضو سؤال الصفحة بيخلي الواحد يكون بأزمة دعيت على وليمة وكان الطعام المقدم غير محبب لك كيف تتصرف صارت معكم ولا لا خلينا نشوف مشاهدينا إجاباتكم أم أيوب بتقول جبر الخواطر أجمل تناول الطعام وبكل أدب واحترام نتناول الطعام بكل أدب واحترام فرصة ممكن تصير تحبي الطعام اللي تقدم لك فاطمة صبيح بتقول أجيب الدعوة وأتناول ولو قليل جبرا لخاطرهم والدعاء لأهل الولمة وهذا ما دعانا إليه ديننا الحنيف ورسالة من سجة بتقول قوله عليه الصلاة والسلام لو دعيته إلى ذراع لأجبت ولو أهدي لي كراع كراع لقبلت أجيب ساجدة شكرا أكيد وأجيب الدعوة وأتناول لو قليل لأجل خاطرهم وعدم كسر قلوبهم وهذا ما دعانا إليه ديننا اللحنيف شكرا يا ساجدة أمسامي الحوامدة بتقول أقبل الدعوة وأتناول لو قليل جبرا لخاطرهم يكفي أنهم أدروني وأكرموني شكرا يا أمسامي وغفران بتقول أجيب الدعوة وأتناول من أي شيء جبرا لخواطر أصحاب الولمة وهي كانت آخر رسالة من غفران وهو سبحان الله يمكن الواحد بيجامل وبجبر خاطر اللي عزموا على هالدعوة وعلى هالوليمة وتعبان ومشتغلين بالأكل أو يمكن جايبين أكل من بره ومتكلفين لكن يمكن اللي بيبين عليه أنه ما بيحب الأكل ما رح يعني يغوص وينبسط بها الوليمة وإلا ما يظهر عليه فإن شاء الله يكون كل الدعوات على كل الولائم تكون كما نحب ونشتهي إن شاء الله ولا يحطنا بهيك موقف اشتركوا في القناة